هذا ويرى الإطار التنسيقي أن حظوظه في انتخابة مجالس المحافظات هي الأقوى والأفضل حالا مقارنة بحظوظ المكوناين السني والكردي رغم دخوله بقائمتين منفردتين وعزى النائب عن ائتلاف دولة القانون في راس المسلواوي سبب مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب الأول هو لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين والثاني هو لفسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب بها والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانتليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا وأضف أن الإطار التنسيقي سيتحد ويأتلف ما بعد الانتخابات وهذا هو قرار اجتماعه الأخير بأنه سيدخل الانتخابات في قائمتين ويتحد بعدها ترجمة نانسي قنقر